توجه الناخبون في شمال السوريا صباح اليوم الجمعة إلى صنادق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجالس الإدارة المحلية في شمال السوريا ويبلغ عدد المرشحين في إقليم شمال السوريا الثلاثة وهي الجزيرة والفرات وعفرين خمسة ألف وتسعمائة وأربعين مرشحا وتوجه الناخبون إلى صنادق الاقتراع بدءا من الساعة الثامنة صباحا وذكرت المفوضية العليا للانتخابات أن مراكز الاقتراع مزودة بكافة التجهيزات اللازمة بغية ضمان السلال السلاسة في سير العملية الانتخابية وأكدت المفوضية أن مراكز الاقتراع ستبقى مفتوحة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم يشار إلى أن هذه الانتخابات تجري بإشراف بعض الوفود الدولية ومن بينها وفد من منظمة الحوار الإنساني الدولية ترجمة نانسي قنقر